دي ونزدي بنو تظاريفة خفيفة لطيفة ومش عنيفة خالص عشان كده بتترفض من 8 مدارس في 5 سنين بسبب انها بتعذب زميلها وبتضربهم وبترهبهم وبتقتلهم وتفرجهم على فيديوهات ياسمين عز عشان كده بيقرر ابوها جمز ادم الشهير بجمز حمودة ان هو مرتشي امراته لربنا ينتق منها يودوها اكاديمية نيفرمور للمنبوزين واللي فيها بيرب والناس اللي انت بتديها فالزمن ينسيها بتجبر لرسة اللي هي قبل النظرة بتاعت المدرسة ونزدي انها تتعالج نفسيا عند دكتور كينبوت اللي هي نفسها محتاجة تتعالج نفسيا وبتتعرف ونزدي على زميلتها في القودة انت سنكلير اللي من جماعة المستزئبين واللي بتقولها هاي ازايك ايش ياكا دي ممكن اعرف معلش انت عاملها شعرك دي الحصان ليه فونزدي قالت لها بعمله دي الحصان عشان جربت عامله دي الكلب بس للأسف ما كانش بيتعدل ده بقى ثينج يبقى ايد صاحبه اللي وحشته بيبعاته جمس حمودها المدرسة وراء بنته عشان يرقبها ولكنها عشان حويطة بتقفش وبتعمل معها صفقة انه يقف في صفه ويبقى درعة اليمين قصدي ايدها اليمين مقابل انها هتحقق له امنية نفسه يعملها من زمان يسقف ده بقى تايلر جابلين ابوه يبقى زابط شرطة وبيبقى ابوه شاكك ان مدرسة نيفرمور السبب في جرائم القتل الوحشية في الغابة في الفترة الاخيرة ويبقى بيشتغل ويتر في كافي النخيل اللي جنب العيادة بتاعة الدكتور كينبوت اللي محتاجة تتعالج نفسيا بتتعرف عليه ونزديه في الكافيه وبتدخل عليه فبتشوفه محتاس كده على الكاونتر فبتقوله طب ايه مش هتشربني فبيبص لها كده وبيقولها المكنة بتاعة القهوة بوزت فقالت له خلاص يبقى تهربني لكنها بتقابل روان زميلها في الغابة واللي بيقرر انه يعلقها على الشجرة ويحاول يقتلها وده بسبب ان ام ومن وهي صغيرة كانت عبيطة عشان كده هو كمان طلع عبيط عايز يقتلها عشان ام وزمان رسمت صورة بنته قدام المدرسة وهي بتولع فونزديه قالت له عرفت منين بقى ان البنت دي تبقى انا مش اي بنت تانية تعرفها فروان بص في الارض وقال لها عشان انا دخل على العشرين سنة وانت البنت الواحدة اللي عرفتها في حياتي لكن بيظهر كائن غريب مرة واحدة بيقتل روان وبيجري يا ريت يا جماعة حد يفرج عمر السلام على المسلسل ويوري له الجرافيك بيتعمل ازاي بدل برنامج الرسامة اللي كان مطلعه في مسلسل موراق الطبيعة ده بتبلغ وونزديه الشرطة باللي حصل وبييجي جابلن الزابط الوحيد في المدينة تقريبا يدور على اثار الوحش اللي وونزديه بتتكلم عنه لكنه بيقول لها مالقيناش حاجة فبتقول لهم والله يا جماعة أنا شوفت روان بيتقتل من وحش فجابلن قال لها مفيش قتيل قالت له لا فيه مفيش لا فيه فقال لها حس كده بقى ما قدمناش حل غير كده نادي على القتيل يا ابني وبتتفاجئ وونزديه براون اللي بيدخل حي يرزق قدامه نزديه والنظرة فبتبص لها لاريسة وبتقول لها رأيك ايه في اللي انت شايفها ده فونزديه بتبص في الارض كده وبتقول انا حاسة ان انا عايزة تف بلغم بتبتدي وونزديه تتجنن ازاي مفيش جريمة حصلت والودي عايش وهي شافته بنفسها وهو بيتقتل فالنظرة بتتريق عليها والدكتورة النفسية اللي محتاجة تتعالج بتتريق عليها حتى بينكا شافاف زملتها اللي بتنفس منها بتتريق عليها فونزديه بتبص لها وبتقول لها طبعا انت عارفة ان انا لساني طويل واقدر ارد عليكي لكن مش هعمل كده فبينكا قالت لها ام الايه هتعمليلي تعويزة سحرني زي ما بتعملي فونزديه قالت لها ما هو ضل ناقص اخرتها نعمل لكرة سحر بترجع وونزديه قوضتها فبتلاقي ثنج قاعد حزين فبتقول له مايلك قالت له ليه قال لها انا نفسي من زمان العب كورة فبتقول له ايه المشكلة قال لها اصلا كل منزل الملعب والمس الكورة يقولولي هندس بتعرف وونزديه في حد بيحاولي برجلها فبتقرر تدور على الكتاب الخاص بجمعية نايت شيدز لانها لقيت اللوجو بتاع الجمعية على الرسمة بتاعت ام رون ولما بتوصل للكتاب بتعرف ان الصورة ناقصة والنباقي الصورة فيها شخص اسمه جوزيف كريكستون مؤسس مؤسسة جيركو الدينية المتشددة واللي كانت بتحرق السحرات زمان عشان كانوا رفضين يتردوه من كشر التحرير في اتشهر بتقرر وونزديه انها تدور اكتر عن الوحش وتعرف ايه علاقته بكريكستون والسحرات وجودي جدتها اللي بتحلم بيها وهي صغيرة فبتقرر انها تروح المشرحة وتفتش في جسس الضحايا يمكن توصل لحاجة وبتاخد معي ثينج وهناك عنده صور المشرحة بتقوله ثينج شبك لي بهزر بهزر بتلاحظ وونزديه ملحوظة مهمة جدا ان الناس دي ميتة وبتلاقي اول جسة رجلها مش موجودة وتاني جسة صوابعة مش موجودة وتالت جسة دماغة مش فيها متوترة وبتشوك وونزديه في زيفير زميلها في المدرسة والمعجب بيها وده لانها اكتشفت ان الجسم فيه جرح فبتقرر انها تتسلل للمكان اللي بيحب يقعد فيه وهناك بتلاقي رسم رسومات للوحش وللمكان اللي بيستخبى فيه فبتزيد شكوكها اكتر ولما بيجي زيفير عشان يقفشها بتقوله انا كنت جاية عشان ادعيك لحفلة ريفن تيجي معايا نتبسط ونهيص قالها وإيه كمان قالت له وعايزك ترقصني فقالها حاضر هروح اجيبي الكرة واجيلك بيقدر يوجين زميل وونزديه في المدرسة انه يتعرف على مكان كهف من الاماكن اللي زيفير رسمها وبياخد وونزديه وديها وهناك بيلقوا قرون جوه في الكهف فبتقوله اكيد دي قرون الوحش لكن يوجين بيقول لها مش ممكن تكون القرون دي بتاعتها مضطر عمل تيت للأسف عشان الافية يكمل بيقفش زفير ان وونزديه واخداء كبري فبيفكس للحفلة فبتروح ليوجين وتقوله انا كده سنجل وانت سنجل فبيقول لها حلو نروح بقى الحفلة سور قالت له حفلة ايه انا بتكلم عن القهوة اللي هنشربها وبتقوله احنا كده نروح نرقب الكهف بقى لكن سنج بيبقى بعد دعوة لتايلر كأنه وونزديه فلبسها معايا فراحت معايا الحفلة وهي لابسة الفستان اللي سنج سرقه لها وهناك وونزديه بتخرب الدنيا بيقرر يوجين يروح الكهف الوحده وهناك بيطرده الوحش وعلى ما وونزديه بتروح بيبقى تشفى فبيودولي المستشفى وبتكتشف وونزديه ان ابوها جمس حمودة كان متهم في قضية قتل زمان والجريمة حصلت في نفس المدرسة بتاعتها من 32 سنة فبتروح تواجهه فبيقولها انت بتشوك ان قاتل فبتقوله اه فبيقولها بص يا وونزديه يا حبيبتي انا عملت كل حاجة غلط ممكن تتخياليها الا ان اجيب شعر على جنب فقالت له ما انت جايبه فقالها لا انا فلقه وبيروح جابلن لجومز ويقوله اخيرا بعد 32 سنة انا معايا امر بالقبض عليك فجومز قاله ايه اللي جابك دلوقتي مش القبض في اخر الشهر وقام وهو بيترحل بص للباجسلي ابنه وقال له باجسلي فابنه قاله حاضر يا بابا خلي بالي منهم فقاله لا شلي منابي وبعتولي على السجن بتعترف مورتيشيا البنتها ان هي اللي قتلت جاريت جيتس وده كان دفاعا جومز عشان جاريت كان عايز يقتله وده لان جاريت كان بيحبها وجومز كان بيحبها وانطونيو باندرس كان بيحبها وكل الناس بتحبها فبتسألها ونزدي طب وانتي ليه بابا يتحبس مكانك فقالت لها لا طبعا مين قالك اني موافق انه يتحبس مكاني ممكن يشوف له اي مكان تاني يتحبس فيه ما عنديش مشكلة بتقدر ونزدي انها توصل للحقيقة وبتعرف ان جاريت اصلا ما ماتش من امها وانما مات بسبب قلبة السم اللي اتكسرت في جيبه اللي كان عايز يقتل بها المنبوزين كلهم عشان يثبت ولاقه لمنظمة الجيركو وبسبب اللي ونزدي اكتشفته بيطلع جمس براءة فبيقف المأمور قدامه وهو حاسس بالاحراق كده وبيقوله اهم انا حاسس ان انا عايز اتف بلغم بتكتشف ونزدي ان النظرة عندها قدرة خارقة وهي التحول وان النظرة غيرت شخصيتها لشخصية رون عشان تحمل مدرسة من الشائعات عشان ما يقولوش ان المدرسة فيها وحش وبتبتدي تحصل شوية احداث غريبة زي ان كلمة السماء هتمطر دم بتتكتب بالنار في جنينة المدرسة والعمدة بيتقتل وجورجينا رودريجز بتلبس العباية السعودي فبتحس ونزدي ان كل اللي بيحصل متخطط له من واحد هدف انه يقضي على المنبوزين تماما بتقرر ونزدي ليلة راس السنة انها تروق على اند و تيلر فبتاخدهم بيت عيلة جيتس عشان يدوروا على اي دليل يسحلهم وينسيهم اللي حصل في الجنين المصري في الفترة الاخيرة فهناك بيلووا العربية اللي قتلت العمدة وباقي الجسس بتاعت المشرحة اللي الوحش قتلها وبيكتشفوا انه لوريل اخت جيتس لسه عايشة وهي المتحكمة في الوحش عشان تقضي على المنبوزين بس مغيرة شكلها عشان ما يعرفوش هي مين يارب بتطلع ياسمين عز ومرة واحدة بيظهر الوحش ويهاجمهم وبيهجم على تيلر وبيجرحوا في بطنه لأ كده يبقى ظلمنا ياسمين عشان هي بتهاجم حارين بس فبتروح وينسي تجيب جابلن ويتيجي لكن اما بيوصلوا هناك بيبقى كل حاجة اختفت ومفيش دليل على اي حاجة فبيبص لها جابلن وبيقولها وبعدين بقى هتفضل تسواحينا كده على طول فوينسي بتبص في الارض وبتقول حس ان انا عايزة تف بلغم بتبتدي وينسي تشك في اقرب الناس ليها زيفير اقرب الناس ليها عشان كان واقف جنبها وده لانه في كل مرة الوحش بيبقى موجود زيفير بيكون موجود حتى اخر مرة لما تيلورتصاب ظهر فجأة بعدما الوحش اختفى وبتكتشف وينسي بمساعدة فيستر عمها ان هما بيدوروا على ثلاث اشخاص دلوقتي عشان يحلوا اللغز وعشان يخلصوا منهم الشخص اللي بيتحاول الوحش والشخص اللي بيخدموا الوحش والشخص اللي بيحب يأكل سوشي وشايف ان طعمه حلو وبتقابل وينسي بيانكا فبتقولها ازايك ابنك عامل ايه فبينكا بتقولها ابني مين انا مش مخلفة فوينسي قالت لها ازاي مش انت مصرم ولكن بيانكا بتطلع طيبة وبتقولها ان لوكاس ابن العمدة لأ دليل ان لورل جيتس لسه عايشة وبتشوك وينسي ديه وبتقول انها حاسة ان بينكوت الطبيبة النفسية اللي هي نفسها محتاجة تتعالج تبقى ايها نفسها لورل جيتس لكن بينكوت بتتقتل من الوحش بتعملي فيها انا كده ده انا كنت واقف جنبك في كل حاجة وشايلك على راسي فعلا مفيش حاجة تستهل تشيلها على راسك غير الشامبو وبتروح وينسي ديه كفين نخيل لتايلر وبتقوله بقولك ايه حبني فقال لها انا كده كده بحبك قالت له حبني اكتر بقولك ايه بوسني فقام بعت لها بوسة في الهوى فقالت له لأ بوسني اكتر ولما بتبوس بتقدر تقرأ افكاره وبتكتشف ان تايلر يبقى هو الوحش الحقيقي وان الواتزيف يرتلع مظلوم فعلا بس هو عمل الى اسوأ من قتل الناس عمل شعره وبوني تيل وهو ما عندوش دق بتخطف وينسي ديه تيلر هي وبيانكا وبقي شلتها عشان يخلوه يعترف بالحقيقة الافاعة صالحه لكنهم بيتخلوا عنها لما بيلاقوها بتعذب تايلر عشان يعترف الافاعة فركش وبيروحوا يبلغوا النظرة اللي بتبلغ جابلن اللي بيبلغ الشرطة ايه دا صحيح هو نفسه شرطة بس انا حاسه هالهوت اوت وبينقذ جابلن ابنه فبتقوم النظرة بتتعب من وينس ديه فبتقرر انها تطردها من المدرسة بحجة انها جاية بلبس خارجي بتروح وينس ديه تزور يوجين بعد ما فاء واللي بيقول لها انه شاف قبلة ثورين هيل مدرسة العلوم النباتية عند الكهف يوم الحادثة فبتعرف وينس ديه ان ثورين هيل هي نفسها لوريل فبتقوم سايبة يوجين وريحالها لكن يونجين قبل ما تمشي بينادي عليها وبيقولها بيقولك ايه ممكن المرة الجاية وانتي جاية تجي بيلي معاكي حاجة حلوة فقالت لوعيني تحب تاكل ايه على الفطار فقالها انت صحبتك بتروح وينس ديه تواجه لوريل باللي عرفته وبتقول لها انها من عالة جيتس وانها سيطرت على تايلر لما عرفت انهم وكانت زمان بتتحول لوحش لما تتفرج على احمد موسى وهو وارث منها الصفة دي فسيطرت عليه عشان تستعيد مجد علتها فالنظرة في هيئة تايلر عشان تسمع اعتراف سورنهيل ولكن سورنهيل بتقتلها وبتقدر تخطف وينس ديه وتستغل دمها فانها تصحي كراكستون من جديد اللي بيروح يقتل وينس ديه ويتعنها فوينس ديه بتقوله ورغم ان انت تطعنتني بالسكينة الا ان يمت بسبب ريحة عرقك المعفنة ولكن جودة جدتها بتطلع لها وبتعملها تعويزتش فيها اي هبد وبتقدر وينس ديه بمساعدة بيانكا نومي قتله كراكستون اللي افعت صالحه ولكن تاني يوم بيانكا بتقوله وينس ديه نيكاسبه الاكسبتي في المسابقة الرياضية للمدرسة عملتها السنة الجاية هيبقى بتاعي ومش هسيبك تغديق لأفعي فاركشو وبيقدر يوجن انه يقدي على ثورنهيل وبيكتشف جابلن بقى فعلا ان ابنه يبقى وحش ووارث الصفة دي عن امه فبيقوله ام يا فايل حقوم وبيقبض عليه وهو بيقوله خد بالك انا مش زعلن انك طلعت وحش انا زعلن انك يوم ما طلعت وحش طلعت فشل زي ابوك وبيروح زيفير لونس ديه في نهاية الفصل الدراسي وبيقولها شكرا انك دفعت عني لما كراكستون كان عايزي اقتلني وقامت ديها موبايل هداية عشان تكلمه في الاجازة فقالت له انا فعلا كنت محتاجاه قالت له لأ عشان تستخدمي قالت له لأ عشان ابيعه وبيقول لها صدقتي بقى ان انا مظلوم وان انت حبستيني ظلم فقامت ونزدي ايلالو لا بقولك ايه انا ما عندش استعدادة اسمع غير متح لو عندك اي نقد حولهولي على حسابي في البنك ما تنسوش تعملوا فلو عشان تتابعوا الفيديوهات الجديدة وتعملوا فلو ليوسف حامد عشان هو المنتج الفيديو ده سلام